السلام عليكم معاكم دكتور حاتم هنتكلم في الفيديو النهاردة عن وجبة كلنا نعرفها وكلنا بنحبها طعمها حلو لو اديناها للطفل بصفة يومية هتجيب معنا مزان كويس هتفتح نفس الطفل على الاكل هتفيده في حاجات كتير تابع معي الفيديو ده للاخر هتعرفي في حاجات كتير كويسة قبل ما نتكلم عن الموضوع الاساسي بتاع الفيديو بنحاول ناكد ان احنا في نوعية الفيديوهات داية بنحاول نقدم حلول كويسة للامهات اللي بتعاني من الاطفال اللي عندهم في ودان في الشهية من الامهات اللي بتعاني من الاطفال اللي مش عايزين ياكلوا اي حاجة من البيت وكل اكلهم من الحلويات والاعصائر والحاجات اللي فيها موات حافظة بنحاول نستبدل الحاجات الاقل فايدة بالحاجات الاكتر فايدة بنحاول نلاقي طرق واصفات اكل تجيب معانا ميزان كويس بصحة كويسة فيه اطفال كتير وزنهم كويس جدا بس صحتهم وحشة جدا فمهم جدا ان احنا نكتسب ميزان بصحة عشان كده بنقدم شوية اصناف من الاكل تفيد معانا في ميزان كويس بصحة كويسة تاني حاجة برضو بتبقى مشكلة كتير عند الامهات ان الطفل ما بيقدرش يأكل كمية كبيرة يا دكتور من عشان يدي له كمية كبيرة دي هو ما بيرضاش ما بيطلعنيش فبالتالي برضو بنحاول في الفيديوهات دي ان احنا نقدم شوية اطعمة لصعرات الحرارية اللي فيها عالية بحيث ان الطفل حتى لو شهيته قليلة وكال منها كمية قليلة تبدأ تساعد ان الميزان بتاعه يتحسن تديله كمية كبيرة من الصعرات الحرارية وفي نفس الوقت في شوية اطعمة بتساعد ان شهيت الطفل تتحسن بنسبة كبيرة ده تقريبا اللي بنحاول اقدمه في معظم الفيديوهات عشان كده حبيت ان انا في البداية قبدأ اتكلم معاكو عن الهدف الاساسي من الفيديوهات اللي احنا بنقدمها سواء كان في الوصفات اللي بيجيب وزن كويس او في انواع الاطعمة وان شاء الله هنقدم لكم وصفات اول بول واطعمة اول بول تفيد الطفل في نواحي كتير لو اول مرة تشوفين عمل لنا لايك للفيديو واشتركي لنا في القناة لكن لو انت معانا من زمان اهلا بيكي ومنورانا في الفيديوهات كلها تنزوش تنزلوا وبصوا بصة في الوصفة تحت هتلاقوا كل حاجة عننا النهاردة هنتكلم في الفيديو ده عن وجبة محببة جدا للأففال والكبار كله بيحبها وبنكلها كتير قوي في فترة الشيط عشان بتدفي الأففال وبتدفينا بصفة مبدئية هنتكلم عن الوجبة بتاعت النهاردة عن البليلة البليلة دي اللي ما يعرفهاش هي بتتكون من الحبوب بتاعت القمح واللبن بناخد منها فايدة القمح واللبن اللي هي الحبوب الكاملة واللبن بفايدة كلها هنتكلم النهاردة عن البليلة بصفة عامة وفي اخر الفيديو كده هقول لكم بتتعامل ازاي لما بتعرفش تعملها البليلة دي بيبقى فيها شوية فيتامينات مهمة جدا بالنسبة للأطفال فيها فيتامين ايه وفيها فيتامين بي وفيها فيتامين دي وبرضه بيبقى فيها شوية معادن كده فيها كالسوم وحديد وزينك وفصفور الزينك والفصفور والكالسوم والحاجات دي بتفكركم بايه بالاكلات اللي بناديها للاطفال عشان يطولوا شوية الاطفال اللي بنبقى عاديين نحافظ على احسن طول نقدر نديه للطفل او نقدر نوصل له مع الطفل بنحاول ندي الحاجات اللي فيها زينك وفيها كالسوم وكوتاسيوم فالبليلة بيبقى فيها الحاجات دي بيبقى فيها نسبة عالية من الزينك وبيبقى فيها كالسوم وفيها فصفور يعني العظم بتاع الطفل ده بيكون كويس بتساعد في الطول بتاعه البليلة دي من الحاجات اللي بيبقى فيها سوارات حرارية عالية قوي فبتبدأ بتدل الطفل احساس كده الشبع بتخلي الطفل يشبع كويس بتخلي الطاقة العالية عند الطفل يكون كويس عشان كده حتى لو الدناها للاطفال اللي قبل ما يروحوا المدرسة الدناها لهم شوية بليلة كده يكلوهم قبل ما ينزلوا هتفرق معهم في تحصيل المدرسة قوي هتخلي الطفل نشيط وفيق كده ومركز ويبدأ يحصل معنا في الدراسة كويس فاول فايدة من فايد البليلة دي النهاية بيبقى فيها نسبة عالية من السوارات الحرارية بيجيب معنا وزن وبتخلي الطفل كمان عنده طاقة كويس تاني حاجة عشان فيها بيتامين بها بيتامين بها ده بيحسن الزكاء عند الاطفال لان بيخلي الدماغ بتاعت الطفل تشتغل كويس وبيحفز الجهاز المناعي كمان فمهم جدا ان احنا ندي الاطفال الحاجات اللي فيها بيتامين بها عشان الزكاء بتاعهم يشتغل برضو الاطفال اللي عندهم انيميا تحصيل المعلومات عندهم بيبقى ضعيف فبحاول ادي لهم حاجات فيها نسبة حديد عالية زي البليلة البليلة بيبقى فيها نسبة حديد عالية قوي لما بيديها للطفل بيحميه من الانيميا بيخلي الهيموجلومين في جسمه كويس بيخلي التركيز بتاع الطفل كويس فمهم جدا ان ان تدي الاغذية اللي فيها حديد عشان تخلي الطفل ده صحته كويس من الحاجات المفيدة برضو في البليلة زي ما قلنا ان فيها فيتامين ألف شغل العين كده والصحة بتاعت اللي بصار عند الاطفال وفي نفس الوقت بيخلي الطفل جلده كويس وشعر الطفل كويس بتخلي بشرة الطفل كويسة كده وفيها نظارة وبتخلي الشعر الطفل بيبغزة كويس ده عشان فيتامين ايه اللي بيبقى موجود فيها برضو مضادات اكسادة مضادات الاكسادة ديت بتخلي ان الطفل دوت يدري قاوم الامراض مش اي شوية برد كده يبقى اي واحد يوم رايح عطس جنب بيه كده يبدأ الطفل يعيه ويبرد ويخش لنا مثلا في خمس ست ايام عيان ففكرة اننا ادي حاجات فيها مضادات اكسادة دي بتحمي الطفل بنسبة كبيرة بيبقى فيها الياف بتحس ان العضم عند الطفل بتخلي الاخراج عند الطفل كويس زي ما قلنا الحليب بيبقى فيه كالسوم وزينك وفيتامين دال بتخلي الصحة بتاعة العضم بتاعة الطفل كويس يبدأ الطفل يبقى صحته كويس هنقول ان انا كسافت العضم تتكون في اول عشرين سنة فكل ما بقى اسس الطفل كويس كل ما بيكبر كل ما تبقى صحته كويس فمهم ان انت تأسسي ابنك كويس ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه فحاولي تأسسي ابنك من الاول كويس دي تقريبا كده شوية الفوائد اللي ممكن يستفيد منها او الطفل يستفيد منها لما نديره البليلة حفظ ان انت تديه للطفل بصفة وهمية خصوصا في وجبة الفطار هتفرق معاه هتخلي الطفل نشاطه كويس وموجوده كويس على مضال اليوم البليلة بقى ستة بتتعمل ازاي البليلة بتجيبي ربع كيلو مثلا القمح ونجيب كيلو لبن وشوية سكر ونبدأ بقى ناخد القمح ده نخسله كويس وننقعه في المياه كده مثلا 3-4 ساعات نسيبه كده منقعه في المياه شوية وبعد كده ناخده نصفيه ونشطفه كويس بالمياه وبعد كده تقوم يحط طبقة تاني في حالة فيها شوية ماء كده على النار تصلو ايه بحيث انه هو يبقى طاري كده ويبدأ يستوي شوية وبعد كده تسبيه تركنية على جنب نقوم جايبين اللبن بقى نغلي كيلو اللبن دوت ونضيف عليه شوية السكر كده ونقلبه كويس بحيث ان السكر يبدأ يدوب وبعد كده نقوم حاطين القمح اللي احنا سلقناها دوت نقوم حاطينه على على اللبن ونبدأ مقلب كويس ونسيبهم على النار هادية كده لحد ما يجنسوا مع بعض وبعد كده نستنى لما يبرد ونبدأ نفلع ونحطه في بقى وبعد كده بقى مكسرات جوز هند زبيب انت يزوك بقى يبدأ يزييني الحاجات دية كل فايدة على فكرة ونحط مكسرات الطفلة هيستفيدها ونحط زبيب او جوز هند او الحاجات دي الطفلة يستفيد في حاولي بعد ما نخلص ونحط الهاجات دي في البقى ونبدأ نزيينها بالمكسرات بقى والزبيب والجوز الهند والكلام ده. وبعد كده تبدأ بقى تديها للطفل الفهنا. ياكل وينبسط وتبقى حاجة عظمة جدا. اتفقنا. في ناس بتبدأ تحط على الحاجات دي ممكن تحط عليها فاكهة. يعني بعد مسلا ما تعمل البليلة دي تنضيفة مسلا انه هي بتتحط كده على النار شوية فاكهة بس هو قمح واللبن والسكر زي ما اتفقنا. وفي الاخر من ام زينينها بالمكسرات وجوز الهند والكلام ده دي واقع عندنا هنا في مصر منتشر عوي حاول تديها لابنك باستمرار هيستفيد منها هيبقى صحته كويسة مناعته كويسة زكاءه كويس هتجيب معنا مزان كمان كويس يعني برضو من اديها للطفل هتخلي المزان بتاعه كويس وتحسن الوزنة بتاعه. في الاخر بقى لو اعجبك الفيديو تنسيش تعمل لنا لايك للفيديو وتشتركي لنا في القناة وتفعلي الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة بتاعتنا ان شاء الله تنزلي بصي بصها في الوصف وتحت هتلاقي كل حاجة عننا ولو احتاجت اي حاجة تسبيها في التعليقات تحت وانا حاول ارد عليكم بقدر الامكان استنونا في فيديو جديد هنجيب لكم وصفات كتير تحسن وزن الطفل وتحسن صحة الطفل وتفيد الطفل في حاجات كتير كويسة ان شاء الله شكرا لكم